السؤال بعد كده بيقول أنا حماتي على طول بتزعق معايا ومبهدلاني عشان شغل البيت هل أنا مجبرة على شغل البيت؟ طيب أول حاجة هي أنت عايشة مع حماتك في نفس البيت ولا لأ؟ يعني أنت لو عايشة مع حماتك في نفس البيت أنت لازم تساعدوا بعض تساعدوا بعض لأن أنت واجب عليك أن أنت تخدمي حماتك؟ لا لأن أنت عايشة في البيت ده فأنت بتساعدها من قبيل أن احنا مشتركين في هذه المعيشة لا ده احنا مش عايشين في ده بس أنا لما بروح هي لازم تخليني غصبا عني أطلع وانزل وعمل وسوي ويبتستنى لما يجي عشان تعمل كل الكلام ده لا ده مش واجب عليك ويحرم على الحماء أن هي تفسد قلب جزها لأن مراته ما بتعملش ده ده العزو بالله ده بتفسد العلاقة الزوجية ما بين الزوجين وده حرام طيب وما لإيه بقى؟ يبقى حماتها إيه؟ أولا حماتي ليس من حقها أن هي تزعاء لولد بهدين والكلام للحماوات أبما يكون الكلام للستات عشان تدفع النفس أنت يا ستي ليس لك سلطة عليها لا تبهدليها ولا تهزئيها ولا تقول يا محاجم اتنين أنت لو ما اعتبرها بنتك هتتعامل معها بطريقة أرقى من كده وإحنا لابن نوافق أن الكبار في السن الأولاد الكبار في السن لا يتهزأه ولا يتبهدله ولا أي حاجة من الكلام السافي بالكلام غير مناسب ده هذا لا يصح لأن الناس لو كبروا ليهم كرامة فما يجوز أبدا أن واحد فينا يعمل إيه؟ يهزأ حد ولا يبهدله لا يجوز كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضه حرام وفيه أمر شرعي وقوله للناس حسنة فاللي هي بتعمله ده حرام عليها مش من حقها أن هي تعمل ده ولا يجوز لها شرعا أن هي تعمل ده يبقى إذن المسألة واضح يبقى إحنا عندنا في المسألة دي أول حاجة لا يجوز للحماء أن هي تهزأ مرات ابنها مش من حقها أنا أصلا مش شايف أن الأهالي من حقهم يهزأوا ولا يبهدلوا أبنائهم لما بيكبروا بيمنتحول إلى مستشارين ومنننصحهم فمنبقاش من حقنا أن احنا نسيء إليهم لأنهم مكلفين زينا وعباد لله زينا يبقى إحنا ما نعملش ده يبقى واضحة المسألة دي المسألة الأولى المسألة التانية اللي موجودة برضو في السؤال ده أن هل الحماية ليها أن هي تكبرها لأنها تعمل في إيه؟ في البيت اللي هم عايشين فيه مع بعض هم عايشين في سكنة واحدة وهي حمايةها عايشة معها في نفس البيت ما بتبقاش بقى تكبرها هي بتطلب أن تقوم بحقها من أن تشاركها في عمل البيت آه ده من حقها أو من حقها بعد أن أنت عايشة في نفس البيت لكن هي مش من حقها أن هي ما تعملش حاجة وتؤمرك أن أنت تعملي كل حاجة مش من حقها أنت بتعملي الكلام ده عشان ده في بيتك في البيت اللي أنت عايشة فيه فضروري أن أنت ده بزري لأن إيه اللي حاصل أنت شركاء في هذا البيت لكن السؤال هل يجوز لها أن أنت لو رحلها زيارة أن هي تجبرك على أنك أنت تعملي في البيت في بيتها أثناء زيارتك أثناء زيارتك ليها لا أه شو ياجب عليك هي في بعض الستات لما بيجوا زوجات أبنائها فتوقع ده إيه اللي حاصل وتخلي زوجات أبنائها آه لو عملوا كده ده من الخير ومن البركة ويعملوا كده ويا ريت يعملوا كده يا ريت إن هم لما يروحوا بيت حاماتهم يعملوا كده هي بتسعد بدا بس إيه أنت سؤالك هل لها أن تجبرني على ذلك؟ لا ليس لها أن تجبرك على ذلك ليه؟ أولا لأن ما فيش أمر بإنك أنت لابد لما تدخل البيت تخدمي هذه أول حاجة الحياة التانية والمهمة إن ده مش من حسن الخلق لما يجي لي حد أشقيه في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أبعثت لأتمم مكارم الأخلاق لإني ده مش من قبيل الكرم واضيف محله أنه يكرم محله أنه إيه؟ يكرم ولذلك أنا أرى ببساطة خالص إن هي مش من حقها وليس لها أن تجبرك على ذلك ومش من حقها إن هي كمان تبهدلك وتزهعقلك ولا يجوش شرعا أصلا إن الكبار ولا الصغار كمان البهدلة ده نوع من أنواع سوء الخلق لكن أنا شايف إن الصواب نعمل إيه؟ شايف إن الصواب ببساطة خالص إن إحنا بكل وضوح نكون دايما ببساطة خالص في حسن الخلق هي بنصح زوجة الإبن دي إن هي تحسن تحسن معاملة حماتها بس في نفس الوقت بنصح الحماء إن هي ترحم شوية زوجة ابنها لإن هي كل ما ترحمها كل ما تحبها